اشتركوا في القناة من صفحة الشروق الصفحة الأولى الجيش يعلن إجهاد مخطط إرهاب 19 مارس المصر يوم صفحة الأولى المشير يقدم استقالته خلال 48 ساعة ومن الشروق الصفحة الثامنة هشام جنينة في أسخن حوار مع الشروق مخالفات وزارة الداخلية بالمليارات وجهات رقابية شركة في الفساد الأهرام في صفحة الأولى تقرير فض اعتصام ربع المعتصمون كانوا بحوزتهم مناطق كلاشنكوف ومن الشروق أيضا صفحة الأولى مصادر بمجلس الوزراء لا حديثها الآن عن زيادة الرواتي الأهرام صفحة الأولى فصل 16 طالبا نهائيا من الأزهر وتحويل 49 شمس لمجال استقديم ومن صحيفة الأخبار في صفحة 13 القرم تنضم لروسيا وتعيد الحرب الباردة إلى أوروبا أهرام صفحة الأولى الدكتور العالمي مجد يعقوب للأهرام القلب البديل سيكون متاحا للجميع وأخيرا من المصر اليوم البابا توادرس والألافي يحيون الذكرى ثانيا رحل البابا شنودة نهاردة أخبارنا دسمة جدا جدا وتصعب ما فيما بينها كويس وبيدي تفاؤل يعني مثلا الخبر بتاع الدكتور مجد يعقوب وأخبار تانية متخبطة طيب خلينا نروح للأخبار صفحة الأولى من الأخبار الصفحة الثالثة وتغييرات في قيادات الجيش قبل أسبوع من استفالة المشير عبد الفتاح السيسي هو بنسبة للقرار اللي تاخذ المشير عبد الفتاح السيسي في آخر أيام له كوزير للدفاع بخصوص الاتغيارات اللي أجراها على القيادات أو القيادات العليا بنسبة للجيش فيه اللي أول القرار لأنه هو يعني المشير السيسي بيحاول يقوي جبهته المؤيدة له داخل القوات المسلحة خوفا من أنه بمجرد أن يستقل من منصبه كوزير للدفاع يخسر تأييد قاعدة عارضة جدا من داخل القوات المسلحة ولكن لحد دلوقتي هو موضوع التغييرات دي أرى أنها تصب في صالح المؤسسة العسكرية أولا وقبل أي شيء لا علاقة لها بالأحداث السياسية والخلافات السياسية الحالية ولا علاقة لها بقضية الترشح المشير السيسي نفسه ولا المصادر دي من مصادر داخلها في الجيش وهو كان نشر مساء أمس بتغيير القيادات دول كدفعة أولى وفيه مجموعة ثانية سيتم تغييرها أيضا من القيادات الجيش خلال الأيام المقبلة برضو قبيل استقالة المشير من وزارة الدفاع هل نروح لشروع صفحته الأولى الجيش يعلن إجهاض مخطط إرهاب 19 مارس تفاصيل لهذا الخبر نفعل لك دي هنقول كان فيه مخطط لكازة عملية هيقوم بها جماعات رهابية وتكفيرية في القناة وفي شبه جزيرة سيناء كان المقرر لها أنها يتم تنفيذها في 19 مارس غدا إن شاء الله ولكن الجيش هنقدر نقول أن الأجهزة الأمنية كان لها تحركات استباقية في الكشف عن هذه المخططة وهذه العمليات قبل وقوها ودي حاجة تحسب لهم أو أن نقدر نقول تمكنها من التخلص على جزئية كنا قبل كده بنشكوا منها وهي موضوع أن ثقافة الاحتياط غير موجودة خالص داخل الأجهزة الأمنية ننتظر وقوع الكارثة وبعد ذلك نبدأ التحرك فهذا دي لوقتي الجيش استبق وأجهض المخطط وكان المخطط قال المتحدث العسكري وفقا لتصريحاته قال أنه تم العصور على طن ونصف من المواد شديدة الاشتعال كان القيادات التي تم القبض عليهم 27 قيادة من الجماعات التكفيرية أثناء التحقيق معهم يعترفوا بأن الكمية كانت من المقرر توزيعها على عدد من المحافظات الجمهورية لأنهم ينفذوا المخطط الإرهابية في نفس التوقيت في بكرة في عدد من المحافظات خلينا نروح لمصر يوم صفحته الأولى المشير السيسي يقدم استقالاته خلال 48 ساعة هو موضوع خلال التوقيت المحدد ما نقدرش نتكلم فيه لأنه من 25 يناير احتفالنا بذكر الصورة في 25 يناير الماضي كانوا يتكلمون أنه بعد قليل المشير سيعلم ترشوح للرئاسة بعد قليل المشير سيتقدم باستقالاته وهكذا فننقدرش أن نقيد بوقت ولكن ما توقعش أنه خلال 48 ساعة يقدم استقالته إلا قبل أن ينتهي من قرارات أو حركات التنقلات والتغييرات في قيادات الجيش وقانون الانتخابات كمان وقانون الانتخابات وبعدها يقدم استقالته وهنا لنا تعليق بردو بخصوص ترشوح المشير على الفتاح السيسي للرئاسة ونحن حدد دلوقتي مش قادرين نحدد وجهته أو انتماؤه لأي فكر أو أيديولوجية معينة مش عارفينه مع الفقراء البسطاء خاصة في التصريحات مش هنقول أنها متناقضة مع بعضها ولكن مختلفة من موقف إلى آخر في قضية أنه مع الفقراء البسطاء في التعاون معهم وإمدادهم بكل ما يحتاجون إليه والوقوف في صالحهم الحاجة الثانية أنه هو مثلا نقدر نقول مع نيوليبلارية أو الانفتاح في قضية الاعتماد على السوق الحر وأن السوق هو يحدد والدولة لا يقع على عاتقها أي شيء من النهود بالمجتمع أو إيصال الدعم المستحقي الحاجة الثانية برضو مش عارفين البرنامج الانتخابي لحد دلوقتي أي هو بالضبط أو أي ملامح له الحاجة الثالثة برضو في قضية الترشح المشير بالفتح السيسي للرئاسة هل عندما يصبح رئيسا سيكون بإمكانه أنه يتعاون معنا أنه يصبح رئيسا للفقراء أو أنه رئيس الجمهورية لديه متسع من الديمقراطية في موضوع المناقشة والحوار أم أنه الخلفية العسكرية التي عندها تؤثر عليه في موضوع أنه الأوامر والقرارات لا تناقش من الشروق صفحة تمنى هشام جنينة في أسخل حوار مع الشروق مخالفات وزارة الداخلية بالمليارات ووجهت رقبية شريكة في الفساد هو في الفترة الأخيرة كان المستشار هشام جنينة رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات يعني أثيرت حوله الكثير من الأقويل في انتماءه لجماعة الإخوان أو أنه طابور خامس والتي تهم الجهزة لأي حد حاليا وخاصة في الموضوع أنه بدأ يكشف فساد يعني هنقول جهات سيادية في الدولة أو أجهزة مسؤولة ودلوقتي لما يتكلم عن وزارة الداخلية في حواره مع الشروق كان أقر بأن وصالته خطابات فيها تهديدات مبطنة بأنه سيتم ضبطه وإحضاره في قضايا معينة ولكن الرجل مشكورا قرر أنه يخد معركته ضد الفساد وفقا لتصريحاته وفقا للبيانات أو المعلومات التي يكشفها بمستندات رسمية وبالنسبة لمخالفات وزارة الداخلية معروفة أن الدولة فيها جهات كثير جدا يعني ما زال النظام السابق سواء نظام مبارك أو فيما بعد نظام مرسي لم يتم التخلص عليه نهائيا ما زال متغلغل في يعني جهات مسؤولة في الدولة وبرضو بيدير المسؤولية أو نفوزه لجهة معينة فبالتالي وزارة الداخلية حاليا المستشار الشام جنيهنا كشف أن على سبيل المثال أن الصناديق في الوزارة يعني فيها 12 مليار جنيه سنويا والتاني حاجة وأن في الجهات الرقابية شركة في الفساد مع وزارة الداخلية يعني هنقدر نقول أنها كلها عملية بتم تسطر جهة على جهة وفي النهاية الأشخاص أو القيادات العليا هي اللي بتستفيد من في الفساد قدها مهمة جدا ومتمنى طبعا أن يكون نتيجتها بتطلع الشعب المصري أو يكون فيه قدر من الشفافية نحن نهرف أن القانون يتم تنفيذه أظن أن المستشار لجلنا في حاجة يعني إلى دعم أو أنه يبقى فيه حد يعني هو بيتكلم لحد دلوقتي بصراحة شديدة جدا ووفق المستندات اللي هو معه أو التقارير اللي هو حصل عليها ولكن في حاجة إلى دعم في حاجة إلى أنه يتم طمأنته أكتر بأن أنت لن تعرض للمسائلة طالما وهو كده بيقوم بوجبه يعني ما فيش أي تقصير من ناحيته طبعا الأهرام في صفحته الأولى تقرير فضي اعتصام ربع المعتصمون كانوا بحاوزاتهم بنادق كلاشينكوف ده التقرير اللي يعني أعلنوا المجلس القامل الحقوق الإنسان يوم من الاثنين واللي قال فيه أن ضحايا فضي اعتصام ربع كان 632 قتيل بالإضافة إلى 668 قتلوا لاحقا في أعمال العنف يعني بداية من 14 أغسطس والأحداث اللي لاحقة لذلك التقرير أثبت أن وسط المعتصمين كان فيه جماعات مسلحة أو هنقول أشخاص مسلحونهم اللي بدأوا في توجيه أسلحتهم تجاه قوات الأمن والشرطة تحديدا وبالتالي كان الرد يعني هنقدر نقول وفقا للتقرير أيضا أنه كان مبالغ فيه من قبل قوات الأمن في يعني في ضرب وقتل المعتصمين بالنسبة برضو أيضا للتقرير الجزئي اللي ركز عليه أكتر أن القوات المسلحة كان دورها تأميني وده كان شهد بشهد الأحداث فضي اعتصام ربع أو فضي اعتصام النهضة على السواء اللي تمكن أن قوات الجيش لم تتدخل في الاشتباكات ولكن هي كانت قوات الأمن قوات الجيش كانت مسؤولة بتأمين المداخل والمخارج وخاصة موضوع اللي هو تأمين خروج المعتصمين السلمين أو اللي قرروا أنهم يتركوا الاعتصام في الفترة في فترة السمح قبل بدء قوات الأمن وفضي الاعتصام شروب صفحته الأولى مصادر بالوزراء لا حديث الآن عن زيادة الرواتب وده أنا كنت أكلم فيه عن فكرة التخبط وتصرحات اللي كل يوم برأيه تمام هو المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء كان أقر في اجتماعه الأخير بأنه في الوقت الحالي ميزانية الدولة أو موارد الدولة لا تسمح بأنه يبقى فيه زيادة للرواتب طبقات كثيرة جدا من المجتمع وهو كان الكلام موجه ل هنقدر نقول المظاهرات أو الاعتصامات والإضرابات اللي بيقولوا عليها فئوية وما اعتراض شديد على الكلمة فئوية لأن الفئوية دي فئة وفئة وفئة هي العملية 25 يناير وبعدها هي العملية 30 يونيو فما ينفعش أننا فئة تتخلى عن فئة حاليا لا وحق التظاهر هو مكفول بلظبت في مطالب لسه ما تمش الاستماع لها وتنفذها كمان مطالب كثير جدا فدلوقتي حاليا بيتكلم عن أنه ما فيش زيادة في الرواتب في حين أن الدولة فيها نقدر نقول مثلا منح قادمة من دول الخليج كثير جدا بإمكانك أن ترشدها في زيادة الرواتب أو ضع حدا أقصى لرواتب للناس اللي مثلا فيه مسؤولين في الدولة مرتبتهم بتصل لأرقام خيالية لا أحدد من ده أو نقدر نقول اعمل عملية اللي هو قص من هنا وزود هنا بحيث أن أنت ترضي كافة الأطراف وأيضا لن نغفل أن رئيس الوزراء قرر أنه يستدعي قيادات من كل اللي هم حاليا مثلا بينظموا أضربات واعتصامات بخصوص الاستماع إلى مطالبهم أنه سيشوف مطالب الشارع في محاولة منه للوصول إلى حل إليها أو خلال الفترة وخاصة أنه كانت تكلم عن موضوع أن زيادة الرواتب لمدة ثلاثة شهور مقبلة هي دي فترة عمل الحكومة أنها ستقدر تحسن من الوضع اقتصادي للبلد خلال الفترة الأهرام في صفحة الأولى فصل 16 طالب نهاية من الأزهر وتحويل 19-40 شمس لمجلس تأديم تماما حال الجامعة لا يصر أي حد على الإطلاق نحن جديد بالذكر أن الجامعة حاليا أو الجامعات المصرية حاليا هي ورقة الضغط الأخيرة لجامعة الإخوان أو ما تبقى من جامعة الإخوان أنهم يقدروا يلعبوا بها وخاصة في الوضع السياسي الذي هم معترضين عليه منذ 30 يونيو فبالتالي دعوات التظاهر ودعوات المسيرات التي ينظمها طلاب الإخوان داخل الجامعات هو المحزن جدا هو ظهور عالم القعدة في الجامعات هذا كان مزعج جدا ومؤثر في نفس الوقت هو هنقدر نقول أن مثلا مبدأ التعميم أولا مرفوض ولكن اللي قام بكده نعرف أن جامعة الإخوان جامعة منغلقة على ذاتها غير منفتح على المجتمع كل ما هي مصالحة شخصية فبالتالي انتماءها الأيدولوجي لجهات معينة أو جهات تنظيمات خارجية وخاصة تنظيم الدول لجامعة الإخوان هنقدر نقول أن تنظيم القعدة أو الاتنين منفدين على بعض يعني ما فيش فرق ما بين الاتنين فالاتنين فكرهم واحد تنظيم القعدة تنظيم إرهابي وحاليا جامعة الإخوان في اللي بتاعنا هذا برضو تنظيم إرهابي ما اختلفتش كتير ما اختلفتش كتير وأنا متهالي أن ده ما بيخليش الناس تتعاطف بالعكس أنت قريتك بتضعف أكتر وأكتر تماما ولكن بخصوص أن جامعة الإخوان كتنظيم إرهابي أو غيره هنقدر نقول مثلا أن تنظيم القعدة تنظيم إرهابي صريح أنه بيعلن عن أنه نفذ العمليات كذا ولكن جامعة الإخوان هي اللي بتدفع من الخلف هي اللي تحرض الجماعة الفلانية أنه ينفذ كذا وأنه بيموله من طريق فلان وخاصة الدول الداعمة لجامعة الإخوان في دول مجلس التعاون الخليجي أو من ناحية تركيا فبالتالي معروف أن جامعة الإخوان جامعة إرهابية ولكن بطريقة مستثرة طيب معلش يا غيره أنا عايزة أخذ آخر خبر بس أشامة هالي عايزة أختم بخبر ممكن يكون إيجابي شوية في ظل كل الأخبار اللي خدناها النهاردة ومن جريدة الأهرام صفحة الأولى الدكتور العالمي مجدي عقوب المصري لجريدة الأهرام القلب البديل سيكون متاحا للجميع يعني هنقدر نقول ده خبر مفرح كتير جدا وخاصة اللي مرضى القلب في مصر والأعدادهم كبيرة جدا نعرف أنه هو منذ إنشاء مستشفى القلب في أسوان يعني حقق نجاحات كتيرة جدا في مستوى عمليات زراعة القلب ومعالجة القلب الأطفال وبالتالي موضوع أنه يبقى فيه القلب البديل سيكون متاحا للجميع أنه نتمنى أنه يكون ده كلام واقعي ولن نشكك فيه أيضا يكون متاحا يعني هنقدر دكتور مجد يعقوب بالضبط كده السعر بقى هنروح بقى تكلفة العملية أو الحاجات دي وخاصة أنه هنقدر نقول الغالبية العظمى من المجتمع المصري وتحديدا المصابين أو اللي هما بحاجة إلى القلب البديل في الطبقة الدنيا جدا طبعا بس خليني من مكاني هنا أواجهة حالة دكتور مجد يعقوب دكتور مجد يعقوب مصري شرف أي حد وفكرة أنه يختار أصوان أنه يعمل فيها المستشفى بتاعته ويختار أصوان كمان والكشف بتاعه بسيط جدا للناس كتيرة جدا ممكن تكون وعمليات الأطفال كتيرة بالضبط واخد لقب سير من لندن ففكرة أنه يختار مصر في الأخير عشان زي ما بيقولوا أو يرد الجميل لمصر متهيئة لحاجة تحترمها وربنا يكرموه بكل الخير دائم إن شاء الله خلينا في النهاية كمان فقرتنا أنهني الإخوة المسيحيين وأنهني المصريين كمان كلهم لأن ألاف المسيحيين مرببة ودرس النهاردة بيحتفلوا بيحيوا الذكرى الثانية للرحيل البهوبة شنودة تحياتنا وتهنئتنا لكل المسيحيين والمصريين شكرا الكاتب الصعف المتميز مصطف الأسواني بشكرك على وجودك معنا وإن شاء الله يكون لقاءات تانية بسم الله شكرا فاصل سريع ونكمل معكم لقاءاتنا في نهارك سلام